الحمد لله والعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأمبيان والرسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع رجاهه إلى يوم الدين سيادة اليواج خارج عبد العالم حافظ القيران نائباً عن السيد الرجيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدمورية حافظه الله فضيلاً الشيخ صالح عبد هس وكيل الأزهر الشريف نائباً عن فضيلة الدمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فضيلاً الأستاذ الدكتور الشرقي علام مفتي الدمورية سماحاً السيد السيد المحمول الشريف نقيب السادة المشرف وكيل مجلس النواب سيد الأستاذ سريمان مهندان وكيل مجلس النواب سياد الأدواء ياسر عبد العزيز نائباً عن عالي وزير الدفاع والسادة المحترون ببارة الكوات المسدحة السادة السفراء والقلماء الحضور الشريف بدايةً يصرني أن تتربها بخاصة التهمية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائص الكوهورية للعام الهجري الجديد سادة لله عز وجل أن يتعلق عام ممن وأمان ويمن وباكة على بسرنا العزيزة وسادة إيهاد العالمين كما يصرني أيضاً أن أتربها بالتهمية للشعب المصري كله والجممتين العربية والإسلامية وللمسلمين في مشارك الأرض ومذاريها ولنا وقفتاني سيحتاني بإيجازي شديد وأدرس في الهجرة وعن الهجرة تنهى لها زمداؤنا الخطباء والولماء في خطبة الجمعة الأمس ونحو مزيد من دروسها في خطبة الجمعة القادمة أيضاً إن شاء الله تعالى لكن أقف مع وقتين سنبين أقول في قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما زكى القرآن الكريم والقرآن الكريم على إساني صلى الله عليه وسلم عندما قضى صديقه يا رسول الله لن نظر أحدهم تحت قدميه ضاءاً فكان جواه النبي صلى الله عليه وسلم كما عبره وقالت لي عنه لا تحسن إن الله معه ومقول ذلك لا تحسن فإن أحدهم لو نظر لم يرونه سإن أبوك يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه ضاءاً والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له بمفهوم الموافقة لا تقدر حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه فلن يرونه ضاءاً لماذا؟ لأن الإضاءة كانوا معادي هناك إضاءة بالبصر وهناك إضاءة بالبصر أما إضاءة بالبصر فعب العزة الذي أعلى البصر هذا الإضاءة قادر على أن يوقف هذا الإضاءة متى شاء عن من يشاء كيفما يشاء ولم تكن حادثة الهيكاة هي الحادثة الأولى بل عندما خارج ابن ربي صلى الله عليه وسلم من بين صفرانيهم في اللحظات الأولى وقال باسم الله شاهد الوجوه يقول حق سبحانه واجعلنا من بين أينيهم سلّة ومن خلفهم سلّة فأغشيناهم فهم نفسهم ويقول سبحانه ولو نشارل أحد المصر على نعيهم فعندما يريد الضاء شيئاً أمره إذا قضى شيئاً أن يقول له كُن فيقول فهو القادر على أن يوقف إضاءة البصر متى يشاء وهو القادر على أن يُعطي إضاءة البصرات لمن يشاء متى شاء فينصر بنوع إياه وهذا ما أضعك به النبي صلى الله عليه وسلم ببصيراته أنهما ذاه مع الضاء فترنا الله معهم وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن عليك وإذا العناية قالوا لا حظتك عيون أنا فالمخارف كلهن أمان وإن صح عون خالق المرأة لم يجن عسياً من الآمان إلا أن يصر ولذا في الأبيات التي تُلسك إلى أحد العائفين وتُلسك الأرجعة العدوية فليت النزي بيني وبيتك عامل وبيني وبين العالمين يباموا إذا صح منك الود فالكل هيل وكل الدزي تحت الطراب الأخب ومعية الله مع ما إن الله مع الصبر وأن الله مع المؤمنين إن الله مع الذين التقر والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنين معية الله تتحقق بأمور من أهمها أن تقرأ بسان والتقرأ تعني أن تكون وقافاً عند حدود الله فأجدك حيث أمرك وذا يرأت حسنهاك أما الإحسان فهي مسابقة في الخيار بكل ما تعنيه كلمة الإحسان من فقف سبيل الله وبناء الأبطار وبناء الحضار الإحسان للوطن إحسان الإحسان للفقاء إحسان الإحسان إلى التهل إحسان الإحسان إلى الزملاء إحسان ويغفر أن يبقى العفلاء إنه محسن وإنه مفتاح للخير كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيحاً للخير مغاليقة للشرق وإن من الناس مغاليقة للخير مفاتيحاً للشرق فطوبى لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغاليقة للشرق أما لفة الأخيرات هي أن التدين الحقيقي الإنسان الذي يعني يحب دينه أو يزعر أنه يحب دينه أو عليه أن يدرك أن العمل في دين الله عطاء التدين الحقيقي عطاء وليس كالسبب الدين أنتم تتعلمون وأطرقنا وما علينا من هذه الجماعات التي جعلت الدين مضية لمصالح الشخصية أو السياسية أو السلطبية وابتراجعت باسم الدين واستغلت بكل يعني تبكح لا تبني لعدادين من الخلق الدين عطاء برزق الحادثة للحجرة تجسد للفقار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأولاً هم فقاراً ومع ذلك أخرجوا من ديارهم وأموالهم سيدنا صحيح من السنان الرومي لما خاجوا مهاجراً إلى المدينة وقف له أهل مكة وقالوا يا صحيح لقد كنتنا سعودوكاً لا ماذا لك والله لن نتركك أخر بمالك أبداً فقال الله إنكم لتعلمون أنني أماكم بسهمة وأطرقكم بسيف والله لأربياً لكم بسهمة ما بقي ليسا ولأضعباً لكم بسيف ما بقي ليسا أما إذا أردتم البال فأخذوا قالوا لدنا على المال فتدهم على المال فأخذوا فلما أقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصر بأي الله صلى الله عليه وسلم على بعد وقال سلاساً عابح البيع أبا يحيا عابح البيع أبا يحيا عابح البيع أبا يحيا للفقاء المهاجعين الذين اتخاجوا من ديائهم وأبوالهم لأن الدنيا يسيقها ولا لباءة ينجعها لشيخ واحد يلي تكون فضلاً من الله وأضواته أهلاً لأم فما يقول بعض الجانسين الآن أنا لو كنت على الله رسول الله لكنت كصريب النمي أو كومص عبد العمية وحفظت عبد المطارب الإسلام في حاجة إلى مهاجعين جدد وإلى أرصى جدد إلى يوم القيامة هل أنت تستطيع أن تجدد ديتك كما جدد صحيب وكما جدد هبلا تبتلي لا تبتلي عادة الدنيا على النكار ديتك وحركاتك وسكناتك وتصراتك عينك على الله وحده تبتكون فضلاً من الله وأبواله إن جددت هذه النية فأنت بإذن الله مع المهرجين والأنصار وفي صحبة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لأن تكون فضلاً من الله وردواناً ورسول الله ورسوله أولئك من أسطور القصر هذا ولمن حقيق هذا والتدين حقيق أولئك أنهم وحدهم ومن كانت بيده كذلك أولئك هم الصادقون والذي لتبطى والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في الصدور حاجةً مما أولوا أيضاً كما طاك المهاجرون الأنصار أيضاً كانوا عقاب وينسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فولئك هم الفرون ومن هنا يمين الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت حجاته نيته تتجدد لا بشيء إلى الله ورسوله لم يكن فجزاه الجنة ولا الدنيا فنيته فهجاته إلى الله ورسوله يكفيه النين جدد نيتك بالله ولا تنشكل بعد ذلك لا بالدنيا ولا بالأشرار أما انت عددت النوايا ومن كانت حجاته لدنيا يصيرها أولاءة ينطرحها فهجاته إلى ما هاجع إليه نسأل الله أن يرسقنا حسن القصر وحسن النيا وحسن الاعتمال عليه وحسن التوكل عليه وأن يرسقنا نفاذ القصر نفاذا من القصر والقصير بحق وسط وأن يكون معنا في أمريك الدنيانا بأحمده وفضله والتمكين هذا البلد آدم وأن يكون معنا من أخاتنا بفضله ومن صارته وأحمده وسبيلنا إلى جنةه نسأل الله أن يجعل هذا البلد أمناً أماناً سخاءً أخاءً وساجع بلاد العالمين وأن يجعلنا في عامنا هذا في ساعتنا هذه أن يجعلنا أن يجعلنا المطبولين وأن يستيذى عند الحوم شابة تنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تصرم بعدها أبداً وكنت عاملين بحضاراتكم جميعاً بخير والسلام عليكم وعلى الله عليه وسلم شكراً شكراً